يا بنات يا شباب حد عمل معصية والله عز وجل سطر ليه تهتك سطر الله عليك ليه نهتك سطر ربنا علينا خلاص حصل امر والامر دوت خلاص قدر الله مش هفعل يا رب تم ولا قدر ربنا خلاص وانا تبطي الى الله ليه اقوله اوعوا تسمعوا كلام الافلام والمسلسلات ده مش حقيقي الكلام اللي بيبصوه في الاعلام ده غير هوية صدقوني غير هوية الناس يطلع في الاعلام يقولك ايه ولا في الافلام لا 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 لازم تتجوزي على نظافة وصراحة وتتجوزي على الحب بتاعت لازم يبقى فيه بيناكو الصراحة فاعترفيله مين اللي قال كده والله كلام ما انزل الله dissemin سلطان غلط الله سترك يا بني الله سترك يا بنتي ليه اقول امر ما اقولش ولاك كلام ده خطيبك ايش عرفه وانسح كل بنتي يقول لها اللي فات حتى لو قد خطوبة والله يعني كل واحد كده ما حصلش نصيب ما حدش ارتاح بس اللي حصل ما حصلش اوعي اوعي ربنا ستر ليه نهتك ستر ليه يعني سترك بالله تروح بالنهار تروح بالليل لا غلط فانا انصح كل بنتي طيب الوضع الحالي بقى مع بزة فلاور بسي بسك انت دلوقتي تقوله الموضوع ده انتهى وما فيش حاجة الله سبحانه وتعالى ما كنوش حاجة له تفاصيل ولا كلمات ولا وردت له شاتات غلط الكلام ده جدا غلط وتبقى يعني تجربتك يعني عبرة لكل بنت بعد كده بس ما ينفعش ان احنا تقولي الكلام ده والأي بنت ما ينفعش ان انت تقولي يعشق المرأة المرحة اللي دايما بتسوق لنفسها انا نفسي كل زوجة تحفظ الجملة دي وننهي البرنامج على كده يعني ايه الكلام ده الرجل يعشق المرأة المرحة اللي بتسوق لنفسها واحنا ايام العقل المرحة اعرفين طب بتسوق لنفسها ازاي يعني ايه يعني ايه يعني ايه هقولك بقى بتسوق لنفسها زي ما عملت دلوقتي لا ده تتم البصل ده ده ممتاز انت تعرف حاجة متفهمش انت في قصص النساء دي وبعدين انا هقولك وبعدين تخنت ايه ده هو انت ما تعرفش ان التخينة وده حاجة علمية على فترة التخينة يعني بيبقى اكثر رغبة واشتياق ولكن سواء هنا او هتقوله التخينة دي ممتازة دي الموضة دلوقتي ان التخينة حبيبي انت تاخد التخينة ولا تخاف منها مخدى ومنها الحاف هو ده المسأل المعروف لكن الامر ايه لا هو انت منتش عارف ان الامر ده كده وبعدين اعمل الرفيعة لا ده انت ما تعرفش فادي ده انت ممكن يعني تتني في جاي مكان وانا مرنة جدا بتعمل تسويق لنفسها باسلوب مرح وهي عارفة طبعا هي يعني هي عارفة فين ما دخل زوجها هي عارفة هو بيحب ايه الكلام اللي كده امتة تبتدي تقلقي لما يبتدي ما يتحكش على النكت والأفشات ساعة ما يبتدي اعطيتها باسل دكتور خضر ايه اعطيتها باسل ايه الدكتور يا حبيش شو متحتي باسل الدكتور لا هون من هون من هون اه ازا من هون معلش من خدك معلش ايه برافو هو عطاني هون كمان ايه بابا انتبهي هلا اقوم من هون لا ايه ايه بقوة ايه لا شو باسلت من هون دي عن جد لا من هون ايه ها بمسح معا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا اله الا الله لا زنه لحظه امشع بالدكتور لا ا scenه امشع بالدكتور لا اِنسنع امشع بالدكتور شكرا